اشتركوا في القناة الميادين بشرافي نادي دبي لسباقات الهجن وانطلقت للمرة الثانية على التوالي انطلق شوط الجعدان نسير مباشرة نبحر مع المركز الأول وهذا هو رسلان رسلان سيل بن عبد بن يميع يتقدم النادر يتقدم مع رسلان على المركز الأول مسيطر على مقدمة شوط أرسلان المركز الثاني بن مرخان من حضى بن ناموس وهذا مغذي محمد بن راشد بن مرخان من حضى بن ناموس الشوط الأول في هذا الصباح مع كوادر المركز الثالث نشوف ثالث المراكز يا سلام وهذا هو نحاب سعيد بن سيب بن سلطان بن غاشم يتقدم في هذه اللحظات ولكن أروح مع الثنين أروح مع بن يميع أروح مع بن مرخان الأثنين في تنافس في تنافس لا زال أرسلان على المقدمة أرسلان على المقدمة بن يميع بن يميع مصيطر وبن مرخان غادم على مغذي مغذي أمغذي ورسلان بن يميع وبن مرخان الميتين متر الأخيرة في شوط الجعدان في شوط الفنان في هذه الانطلاقات بن يميع لا زال مصيطر مصيطر أرسلان شكرا يا النادر على هذه المنافسات ولكن بن مرخان يبقى يعيد الكرة يبقى يعيد الكرة يبقى يعيد الكرة الثنين عموما على كل حال تهنينا لبن يميع وبن مرخان بالعود مع محكم لجنة خط النهاية المركز الثالث مشاهدين متابعين الكرام اللي هو رقم خمس الحاكم لمحمد بدود بن سويد العامري اللي وصل في المركز الثالث هذه الثلاثة المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية أما التحكيم للمركز الأول مع أخونا في لجنة خط النهاية اللي هو رقم واحد مقذي بعد النتيجة من المحكم رقم واحد مقذي اللي هو لمحمد بن راشد بن مرخان التوقيت يا علي التوقيت دقيقتين وثلاثة عشر ثانية تهانينا على الفوز محمد بن راشد بن مرخان اللي اكتبع على الفوز بالفوت وفنش وتهانينا لسهيل بن عبيد بن يميع على الفوز ارسلان بالمركز الثاني وتهانينا لكل الفايزي اشتركوا في القناة